لقد احبتكم برسات جديدة رسات جديدة ويحبونها برشا 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 ناس خطر هي بنينا بنينا على الأخر ومشخشخة بالفاكاة حصلوا حاجة تعمل ستوستين كيف اللي هي الرس نوازات الرسات متاعنا لليوم زهلة برشا تعمل معنى اندوزة تأب كل واحد كيف يعملها وكل واحد شنو رسات اللي يعتمدها المرة هذي بيش نعملها بالطريقة اللي نحسها بالحق بنينا بنينا معنى ابن طريقة في الطرق اللي جربتهم الكل لشنشارككم معنى مرحلة عمل الدكوازن وزيت ونشارككم زهدة كيف كيف طريقة عمل الكريمو بور دونك يلا نمشوا للمقادير وطريقة التحضير لشنبداو اول حاجة بالكريمو بور بشننقولكم عليش عمات الكريمو بور هذي بالذيت هو ان جنرال يعملوها بكريمة الزبدة الفرنسية المرة هذي بيش نعملوها بكريمة الزبدة سويسرية سوف نحسها ابن واخفة لانك عندي 140 جرام بياض بيت ما يعدل 4 بياض بيت 250 جرام سكر عادي سكر حبيبيت و 300 جرام زبدة هنا بالنسبة لنسبة السكر رهو معدلة امورها مريقلة حطيت رشة الملح على بياض البيض بعدما تختم المرنج سويسرية مرنج سويت كريمة الزبدة السويسرية حطيت مرنج سويسرية مرنج سويسرية كيف يعنيها مرنج سويسرية بياض البيض السكر في رشة الملح على طبيعة سوف نحرك فيه بطريقة نحرك فيه نجمه ونحرك فيه يدوي نحرك بطريقة بفوية أو بسباتل حتى نقوم بعملية تعقيم البيض على حمام مائي حمام مائي حمام مريم نحرك من الفوق فكبيض البيض مع السكر نقوم بتعقيم البيض هذه هي كلمة الزبدة السويسرية كما قلت لكم مرانج سويس بعد الخفق يدوية بسيط جدا في تذويب وتعقيم البيض يدوية السكر شوفوا كيفية لون المزيج تحول إلى مستبيض نقوم بتعقيم البيض كما نقوم بتعقيم البيض ونقوم بتخفق البيض هنا درجة حرارة البيض يتمس المكسور على حين تفتقه سخون تقعدوا في الخفق المتواصل حتى يتم تحصل على مرانج سويس ان شاء اللي يكون تفسير واضح نجموا و تعاملوا راهوا كريمة الزبدة الفرنسية كريمة الزبدة سويسرية اي نوع زبدة تحبوا عليه فما حتى شكون يعمل الكريم موصلين هي مسألة ذوق راهلا اكثر الاقل تأجبني برشا 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 سبق لي وجربتها بكريمة الزبدة الايطالية وجربتها بكريمة الزبدة الفرنسية حاسيتها كلي بقي قوية شوية بينما معا كريمة الزبدة سويسرية جتني منينا و تستاهل لحقيقة ما جربتهيش قبل بالكريم مسلين اما ننصحكم بالحق انكم تجربوها بالطريقة هذي متأكد بش تعجبكم هو ان جنرال الروس نوازيت تشبه برشا لسيكسي نوازيت سيكسي نوازيت والروس نوازيت الترديسيونال يشبر بعضهم اللي هم عبارة على دو زيتاج معناها طبقتين متاع دكواز في وسطهم طبقة متاع كريم وبر وفيها المكسرات المكسرات تكون محمرة ومهرشة بعد ما تحصلت على ميرانج إيتال سويس ويشنوه معناها منقار العصفور قعدت نضيف فك الزبدة بشوية بشوية حتى لي نكمل نضيفها الكل بطبيعة مع الخفقة المتواصل الهناه من بدأوا نضيف الزبدة كان من اتأكدوا تماما انه درجة الحرارة متاع الميرانج ولات درجة حرارة معتدلة يعني مهيش سخونة حتى نضيف الزبدة والبيض ميزال سخون مع الخفق كل شيء ولا ما تخفقش بالجداء انتبهوا ارهوا بش تخسروا الكريمة الزبدة متاعكم خطر الزبدة اوتوماتيك ما بش تذوب ولا بش تسيح معاك البياض والسكر ليش تنشحو لكم الكريمة الزبدة متاعكم لذلك اخفقوها لحزادة كيف كيف في الهتاب وبالطريقة هذه تسمى تحصلنا على كريمة الزبدة السويسرية بنينة وتعمل كيف بالنسبة لي اضفت لها ملعقة ونصف كبيرتان من البراليني نوازيت لذلك هنا اضف المقادير متاع الدكواز بالنسبة للدكواز نستحقوا 70 جرام فارينة مئتين جرام بيض بيض عليهم رشا ملح مئة وخمسين جرام سكر محور مئة وخمسين جرام سكر عادي ومئتين جرام نوازيت تولي فيها معناها نوازيت معارجة شوية بش نعرجها ونرحيها هنا عرجتها ورحيتها بقشورها ومعرشيش برشا ما معناها نعرجها؟ معناها نسخنها نحمصها نقوم بتحميسها قليلا الطريقة هذي هي طريقة تيري ماركس رسيت معناها شيف كبير برشا هي رسيت دباز بصراحة الدكواز فما برشا ناس تعملها زداء بصفار البيض الدكواز ورسيت اوريجينال متاحها تتعمل الا ببيض البيض هنا فش نستعمل زداء اروم متاع بوفريوة طريقة العمل ونقوم بتحميسها دكواز هذي سهل برشا وبسيط تتمثل في انه اول حاجة ساع نحط رشا ملح على بيض ونحط بيض البيض في الميكسور ونعمل خفق متواصل لبيض البيض حتى لين نتحصل على مرانج مع اضافة السكر تدريجيا حتى لين نتكمل سكر كل وتقعد وتخفقوا لين تتحصلوا على مرانج مرتفع وفلافي وخفيف كما قلت لكم فهم الناس دي جاء تعملها بصفار البيض لكن هي رسيت اوريجينال تتعمل الا ببيض البيض فقط وصفة سهلة برشا بسيطة يارب ان شاء الله ما نكون انسيت حتى معلومة وان شاء الله يارب تجربوا طريقة هذي ومتأكدة بش دعيولي عليها خطرية خفيفة برشا وبنيناء ومهيش تحسوها شك هداسي ما برشا مهيش قوية حاجة لوكس بصراحة الخبزة هذي عملتها على عد ميلاد فاطومة ان شاء الله كل عام انت حي بخير يا فاطومة وربي يخليك ان شاء الله يخلي لك النوارة اللي عندك هنا تشوفوا المرانج اللي تحصلنا عليه بعد ما اخطقنا بيض البيض مع السكر جيدا تحصلنا على المرانج بالقوام هذي كا قوامه ثابت ومزيان شنوه باش نعملو باش ننحيو الفوين و باش ناخذو اسباتيول نبدأو نقلبو بالنسبة لي عندي اسباتيول في الاباري باش نستعمل كل شي اوتوماتيكمان نجمو تعملو جزت اسباتيول مانويل تاخذو ملعقة لحاجة وتعملو تقليب للمزيج لانا باش نقشط الجوانب باش نضيفه عليه بالمراحل نورمال مون انتم اول مرة خططني مستنسبة اما انتم اذا كانوا اول مرة تعملوا داكواز اضيفو الكل خليطهم تاع السكر لمحور مع انوازات يكونوا مخلطين مع بعضهم اضيفوهم بالتدريج مع التقليب المستمر ومعما تكملوا تقلبوا معاناها السكر لمحور مع انوازات تبدأو اضيفو في الفارينة ومع اخر حاجة وبالتدريج مع التقليب المستمر نسبة لي مستثبتها ومستثبتها ومستثبت ناجحة وسمحة نضيف المواد الجافة الكل وازد اضيفت عليهم قطارات من روح البوفريوة اللي هي روح النوازات نقلب معاناها ديليكات ماء المزيج متاعي الكل حتى الان نحس ان المكونات الكل تباع على سرعة منخفضة جدا تقليب خفيف جدا من تحت الى فوق حتى اللي نحس انو المكونات متاعي كلها جانست وولت مزيانة وتعمل الكيف البربراتيون طوي بعد ما خلطتها كيف ما شوفتم مليح باش ناقف الخلط وباش نكمل التحريك معناها نتأكد انو المكونات متزجت كل مع بعضها بسباتيول كيف ما تشوفو حتى اللي نتأكد فقط انو مكونات كل دخلت مع بعضها باش نحط البربراتيون متاعي لكلها في بوش هدوي خاطر طريقة عمل لدكواز كي تبدأ في بوش هدوي تكون خدمة انظف واسهل امام تنجموا تستغناءوا على البوش هدوي ذاكي يعني الجيب الحلواني وتستعملوا جوست سباتيول وتفرشوا الخليط متاعكم في طبق الخاص بالفرن بطبيعة متحطوهوش في مولا كيك خاطر النوع هذا من القطوات ولا من الحلويات يتعمل بعلو يعني بسيط جدا معناها ببضع مليمترات يعني نصف سانتي يكون الارتفاع متاحها ميكونش مرتفع كثيرا بالنسبة لي عبيتها في البوش وبعد ذلك اخذيتك الورقة الطبخ بابي كويسون وخذيت المول وعملت ترساج على المول باش نتحصل على الشكل متاع اللي حاشتي بيه يعني متاع الدكواز بالنسبة لي فاطوما تحب الدكواز متاعها تكون كاري متحبهش تكون رون بطوما لكم حرية اختيار تنجموا تعملو مستطيلة دائرية وإلا مربعة الشكل هي مسألة ذوق لا اكثر والاقل باش نبدأ نتراسي في الدكواز متاعي في الخليط الهناي راني عملت كاتر بيهس يعني المزيج متاع الدكواز قسمته على اربعة كعبات اربعة وحدات دكواز متوما لكم الحرية تنجموا تعملوا الروسن وزيت بتاعكم جسد بثلاثة طبقات وتكبروا الطبقات ندخل لكم لقياس متاع المول مكتوب تحت فيه صندوق الوصف يظهر لي 20 سنتيمتر ندخل نتأكد ندخل لكم في التعليقات مثبت لقياس متاع المول هذه هي الأربعة دكوازات التي قلت لكم عليها ترى المنظر يشرح ويشهي ويقوم باستوستين كيف هذه الدكوازات ترى كيف نهاية طرية ومولة الملاحظة هنا لم أرشيت عليها السكر إذا كانت تحبها تكون كروسية من البرا ترشوا عليها السكر بالنسبة لي خطر بشكل مونتاج كومان كيك لا نستحقش لترشها بالسكر إذا كانت تعملها متوما 2 بيس وفي وسطهم الكريم وبر يجب أن ترشوا عليها السكر لكي تأتيكم تبقى كروسية من الفوق بالنسبة للدكواز تطيب على درجة حرارة مياه وستين إلى مياه وسبعين كل واحدة على درجة حرارة فورمتاحها بالنسبة لي طيبته على درجة حرارة مياه وسبعين درجة لمدة ربوع ساعة وإلى درجين حتى نتلاحظوا أنه اللون متاحها أو ذهب يخفيف وتحسوها سيطابط ملاحظة نجم وزادة ترشوا عليها سيكرو جلاس وترشوا عليها زادة قطاع من البوفريوة قبل ما تدخلوها للفوق بالنسبة لي طيب باش نبدأ نعمل عملية المونتاج باش نحط طبقات الدكواز على بعضهم بيناتهم كريم وبر باش نرش طبقة من البوفريوة المحمصة اللي هي معمولة معناك في السر القرمشة أسبق لي صورتلكم الطريقة طيب نزيد نحط لكم الرابط متاحها تحت في صندوق الوصف لا تنسوا ان تقوموا على صندوق الوصف بخاطر فيه برشة 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 روابط مهمة ان شاء الله يربي نكون فدكم وما نكونش طولت عليكم ديما نحاول نتكلم لماكسيموم باش ما نضيع عليكم حتى معلومة كيف ما شفتوا الهناه كملت الاربعة طبقات وطو باش نبدأ نغلف في الكيكة متاعي الكلها من البرا حتى لين نكمل نتأكد انه غطيتها الكل هنا نحب نوصيكم كانكم اول مرة تزوروا قناتي متنساش تعملوا لي لايك الفيديو اذا كان اعجبكم وتشتركوا الفيديو هذا واتبارتجيوه مع حبابكم واصحابكم باش تعمل فايدة ان شاء الله عن نسكل وخطر هي بالحق تستحق التجربة وبينينا برشة 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 وما تنساش تضغط على زر سبسكرايب ولا سبوني ولا اشتراك وتضغط على الجرس باش تدوسلك نوتيفيكاسيان بكل ما نهبط فيديو جديد نقل هنا نوسع بالي شوية ونحاول نستوي الاطراف الكل يعني نردها مستوية الزوايا وبعد ذلك باش نحط الكاكة متاعي في المجمد على خطر الكاكة هذي مشات باش تمشي يعني ديستانس معانيها طويلة مسافة طويلة دونك قلت عليش لان كنجالها باش توصل لباس كما في العادرة وتكفي انكم تحطوها في الثلاجة ترتاح الليلة كاملة خطر الدكوازي دا كان يرتاح والكريمو بورك ترتاح تولي ابن من المستحسن قبل التسليم تبيتوها ليلة في الثلاجة باش ترتاح وتدخل النكهات في بعضها هنا الكريمو بورك كما قلت لكم محطات فيها ملعقة ونصف ولا ملعقة كبيرة كما يعني متاع برلان كيف كيف زاد الوصفة المشتركة معاكم كما قلت لديها كما قلت لديها قلت لديها مقدار 200 جرام أو 150 جرام وكل شخص حجم متاع بفريوة ونوازات حمصتها في الفرن ولدت ذهبية اللون هنا اعتذر على الإضاءة ولميتها في منديلة نظيفة جديدة وكسرتها بالمهرس بالشكل لا أحبت بالمهرس بالمهرس بلا خلقاء او بالشوبك او بالمشبك لتحصل على قطاع كبيرة الحجم مهرشة بالشكل او صقها على الأطراف ودائر سير ومن فوق للكيكة متاع بطبيعة تلجمه تكتفيه فقط بهذا التزيم بالنسبة لي لم تكتفيتش وزينتها بقطاع من الشوكولاتة قطاع الشوكولاتة عملت ديكور سهل وبسيط ان شاء الله تكون اشترك معكم الطريقة في فيديو منفصل خطر هكا الفيديو بشي طول اكثر اذا كان مش نزيد ناشر حزيزة طريقة الشوكولاتة ان شاء الله يربي نكون فتكم ما نكون اشتوالت عليكم تكون طريقة الشرح واضحة ومفسرة والاهم من هذا الكل انكم تعاودوا تبقوا الوصفة متاعي وتشاركوني تطبيقاتكم على جروبكم اشتركوا في صندوق الوصف نتمنى بالحق ونستنيك ونزيد بكل صبر حتى شاركوني تطبيقاتكم هذا الديكور بعد ما عملته الديكورت على الشوكولاتة ديكور سهل برشة بسيط لكي نزيد نعمل عليها رشة خفيفة جدا ولا رشة بسيطة من السكر المحور وهذا تسمى الكيكة متاعي جاهزة بالنسبة لي حقيقة ما كانش عندي برشة وقت بش نعمل لها تصور ونعمل لها ديكور اكتفيت فقط بالتصوير هذا ان شاء الله المهم تكون الغاية وصلت وتكونوا فهمتوا الطريقة وتجربوا الرسات شكرا لكم دمتم في رعاية الله وحفظة ونخليكم ان شاء الله بسلامة ونتلاقاوا ان شاء الله في فيديو الجيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة